في المقابل قالت روسيا اليوم أن أوكرانيا أطلقت صاروخا باتجاه موسكو وهاجمت شبه جزيرة القرمة فجر اليوم بنحو 42 طائرة مسيرة حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقالت للوزارة أن 9 مسيرات دمرت فوق أراضي القرمة وحيدت 33 مسيرة بوسطة وسائل الحرب الإلكترونية وقد تحطمت من دون بلوغ هدفها حسب ما وردت في بيان الوزارة كما ذكرت الوزارة الروسية أنها أسقطت صاروخا معدلا من اطراز اسميتين فوق منطقة كالوغا المتاخمة لمنطقة موسكو